وصل الرئيس الأمريكي إلى قصر السلام في جد بمملكة العربية السعودية وذلك في زيارة رسمية للسعودية تستمر يومين يلتقي خلالها العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكان في استقبال الرئيس الأمريكي في الصلاة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان كما كان في استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسعودية والقنص للعام الأمريكي بجدة فارس أسعد ومن المقارر أن يشارك بايدن في قمة جدة للأمن والتنمية